بمجرد ما خرج علينا ترامب عشان يعلن عن مبادرة التطبيع بين الكيان الصهيوني وبين الامارات انا اتصدمت واعصام كمان اتصدم ايه ده هو انا مش باين علي الصدمة ولا ايه ده انا معرفتش هنم الصدمة واعدت اقول لي نفسي معقولة الامارات الدولة بتاعت ربنا اللي ما بتقومش من على سجات الصلاة وبتدعي للنهار لصلاح الامة الاسلامية وبتبزل كل ما هو غالي ونفيس عشان رفعت وحرية وكرامة الشعوب العربية وكل كلامها عن الحق والعدل ومصالح كل ما هو اسلامي ده احنا كنا خلاص على وشك اننا نعلنها دولة خلافة بس مش مهم تطبيع ايه يعني تطبيع المهم القلبه ونية كفاءة ان ولاد زايد قلبهم عمر بالايمان ومؤمنين قلبا وقالبا بالقضية الفلسطينية واحنا متأكدين ان هيجي يوم وتحرر الامارات القدس وترجع الحق لاصحابه زي ما رجعته في مصر وفي اليمن وفي ليبيا وبتحاول ترجعه في تونس وبتحاول مع السودان ووقفة جنب مصر في محنتها ضد اسيوبيا في موضوع سد النهضة احنا مش هنفقد ثقاتنا ابدا في ولاد زايد مهما عملوا وكفاءة كدب الحد كرة لان ما نخرع صمش على بعضها الحقيقة تسرب شايد تسرب شايد تسرب شايد تسرب شايد الاضي الفلسطينية مش قضية جانبية على هامش اولويات العرب ولا هي مجرد شعرات فارغة عن القومية العربية بغض النظر عن سياسات الحكومات وبغض النظر عن الاحداث السياسية اللي بتشكل تعامل الدول العربية مع القضية احنا كشعوب عربية القضية الفلسطينية بتمثلنا قضية وجود مستقبلنا مرتبط بمدى قوة روابطنا بفلسطين وبأهل فلسطين لان اليوم اللي هنبيع فيه القضية الفلسطينية هيكون بداية العد التنازولي لوجودنا لاننا وقتها هنقول لنفسنا اوكلنا يوم ما اوكلت ثورة الابيض اوكلنا يوم ما اوكلت فلسطين كمان القضية مش بتتأثر بالانظمة الحالية ولا المؤقتة لو حال امارات ولاد زايد هو التطبيع مع الكيان الصهيوني فاحنا واسقين ان الشعب الاماراتي بيرفضه ولو حال مصر السيسي هو السلام الدافئ فاحنا واسقين ان الشعب المصري جواه نار وطار تجاه الصهينا اللي قتلوا اسرى الحرب في 67 وهم عزل وقتلوا الاطفال ودنسوا الارض ولو حال سعودية بن سلمان هو الصداقة مع اسرائيل والاعتراف بيها فالشعب السعودي لا يمكن يعتبر الصهينا اصدقاء بس عشان نكون واقعين وما نبقاش عايشين في حالة انكار وحالة صدمة خلينا نحلل ونفهم ايه الموضوع بالضبط ايه اللي بيحصل حوالينا من هزيمة العرب في 48 من عصابات اليهود والعرب اعتبروا ان هم خسروا جولة واحدة من جولات كتير صاح جولاتنا مع الكيان الصهيوني بيسيطر عليها الخسارة لكن مش مهم وكل جولة ورد تانية بتشحننا وبتحركنا وبتشجعنا الجولة جديدة ومع كل جولة بنكره الصهينا اكتر وبتستحيل فرصة ان الجولات دي تنتهي طول ما فينا نفس وطول ما احنا قادرين نقوم بعد كل جولة لكن عقيدة الجولات دي اتغيرت في اليوم اللي قرر فيه السادات انه يستبدل الجولات بانه يسلم على الخصم ويقول مفيش جولات بعد النهاردة وده اللي كان اعتراف ضمني منه بان خصمه اللي هو الكيان الصهيوني خصم شريف ونزيه ومن يومها والكيان الصهيوني بقى اسرائيل ولا هيحطوا ايديهم ابدا في ايد العدو واكتشفنا بعد كده ان هم كانوا زعلنين ان مصر سلمت على الصهينا قبلهم باين مع المزابح اللي ارتكبها الصهينا وقتل الاطفال والاحتقالات والتعزيب وهدم البيوت في فلسطين بدأ العالم يتعود على مشاهد الدم وما يركز شئوي مات كان فلسطيني برصاص الصهينا النهاردة وحتى مصر والاردن اللي كانت علاقتهم باسرائيل علاقة تنسيقية بس لغاية نهاية التسعينات ما قدروش ان هم يمثلوا اي ضغط على اسرائيل انها على الاقل توقف اجرامها وتكتفي باللي عملوه من المزابح لكن اللا مبالاء اللي كان عايش فيها العالم تجاه القضية الفلسطينية كانت بتشجع اسرائيل اكتر انها تتجرأ وتسوق فيها اكتر اول طوبة تكسرت في الجدار اللي ما بين العرب والصهينا كانت في اتفاقية كام ديفيد سنة 79 وتاني طوبة كانت في التنسيق مع الاردن في ادارة الحرم الشريف للمسجد الاقصى بس الادارة مش اكتر وتالت طوبة كانت في تلميح السعودية سنة 2000 من خلال الجامعة العربية ان العرب مستعدين يتفاوضوا مع اسرائيل بس لو رجعت لحدود ما قبل 67 وترجع الجولان لسوريا واسرائيل لما لقيت ان الطوبة عمال بيقع بالتدريج واللي عنده استعداد يتفاوض عنده استعداد يعمل علاقات فرحبت بالطوبة الرابعة اللي كانت اتفاقية الغاز ما بين مبارك وبين اسرائيل اللي هتصدر فيها مصر الغاز لاسرائيل باقل من سعره العالمي وباخسارة تقدر ب12 مليار دولار ولو هتسألني ليه ده حصل ليه يكون حتى اول صفقة بيننا وبين اسرائيل باخسارة هقولك الاجابة بعدين بس خليك فاكر السؤال خصوصا ان ما فيش خلاف ان معظم الحكام العرب متأمرين على شعوبهم لصالح اما روسيا وايران او امريكا والصهاينة او حتى لصالح بلاد اوروبية زي فرنسا هتسأل طب حتى لو الحكام العرب متأمرين اي خليهم محتاجين يطبعوا العلاقات مع اسرائيل بالشكل العلني ده ولكن العلاقات السرية ما بقتش كفائل وبقى فيه مكاسب اكبر بكتير من ان العلاقات تبقى علنية وبتطبيع كامل لكل اطراف النظام الصهيوني والمكاسب دي تقدر تفندها بسهولة مكاسب سياسية واقتصادية وعسكرية وامنية هذا الاتفاق يشمل علاقات دبلوماسية كاملة وتبادل سفراء واستثمارات متبادلة التي ستفيد اقتصاد اسرائيل كثيرة خاصة في هذه الظروف التي نمر بها من الكورونا وايضا سياحة متبادلة وطيران مباشر من تل ابيب الى ابو ظبي دولة الاتحاد الامارات ستستثمر في اسرائيل استثمارا هاما كبرا جدا بتطوير الوقاية من الكورونا وايضا في مجالات الطاقة والمياه سنستثمر بها في الامارات وهذا موضوع هام جدا لاقتصادنا والاقتصاد المنطقة ولكل العالم كله اسرائيل هي دولة متجددة في مجال التكنولوجيا وهكذا دولة الامارات بالنسبة للمكاسب السياسية فلازم نقول كل طرف هيكسب ايه من التطبيع وان العلاقات العربية الاماراتية مع الصهاينة تكون علانية مش تحت الطرابيزة كالمعتادة بالنسبة لامريكا ترامب بخطر ومحتاج اي حاجة يسطر بها نفسه بعد ما بقلوش اي حد يدعمه او يأيده غير البنوك والمؤسسات الاقتصادية اللي بتمول حملته بس في امريكا بتحتاج اكتر من مجرد حاملة انتخابية قوية خصوصا بعد حالة الفوضى اللي سببتها سياسة ترامب في التعامل مع وباء كورونا وكمان الصراع الامريكي الصيني اللي خسرت فيها امريكا اكتر ما كسبت اقتصاديا وسياسيا ده غير ان اللوب الصهيوني مش حاسس ان نقل ترامب للصفارة الامريكية في القدس واعتبار القدس عاصمة اسرائيل يعتبر كفاية طالما احنا اللي جبناك ترامب يبقى لازم تساعدنا اكتر من كده بكتير عشان نحافظ لك على الكورسي وانساعدك تكسب اربع سنين كمان وطبعا اشراف امريكا على الاتفاق الاماراتي الصهيوني بيقوي وبيعزز وجودها في الشارع الاوسط كلاعب اساسي في المنطقة وليه قرار وليه حلفاء خصوصا بعد سيطرة روسيا وايران على الاحداث في الشارع الاوسط بشكل كامل من خلال نظام الاسد في سوريا على المنطقة العربية تحديدا وده طبعا مش عشان احنا حلوين وجدعان لا عشان ارضنا مليانة سروات وموارد طبيعية وكمان امريكا وروسيا شايفيننا منستهلش النعمة اللي احنا فيها دي اللي هي اصلا النعمة اللي انظمتنا المستبدة بلعاها في كرشها ومستيبالنا من السروات والحقوق الموارد دي غير الفتافيت بالنسبة للصهاينة فصدق او لا تصدق ناتنياهو اللي بيلعب بينا لعب وصديق السيسي اللي بيدفيه واللي لسه ماضي مع التفاقية غاز هتدخل لبلاده مليارات قال ايه بيوجه شبهات قضايا فساده ومتهم في استغلال منصبه ومتهم بمخالفة القانون ودافع رشاوي فطوق النجاب النسباله هو انه يطلع بطل ويزود شعبيته اكتر بحيث ان اصوات المعارضة تقلح والضيع واستطفان الدعم اللي هيجيله بمجرد ما يوصل للتطبيع مع دولة عربية غنية زي الامارات ويبقى في عهده عدد البلاد العربية اللي اعترفت بدولته تلاتة مش اتنين بس ده غير انه بيوعد ان هم مش هيفضلوا تلاتة والامارات بس مجرد البداية كمان ما تنساش ان كل كلمة رسمية بتتقال من العرب للصهينة والعكس بتعتبر في حد ذاتها اعتراف بالدولة الاسرائيلية المحتلة زمان العرب كانوا بيمتانعوا حتى ان هم يتواجدوا في اي محفل دولي اسرائيل متواجدة فيه حتى لو كان رياضي او علمي او ثقافي كانوا دايما بيعتبروا الصهينة هم العدو وده ظهر في افلام كتير في الالفنات زي همان في امستردام مثلا لكن دلوقتي وبشكل رسمي وعلني كل ده تتغير بالنسبة الاسرائيل اللي لما يكون بينها وبين دولة عربية بنفوز الامارات علاقات معلنة فده معناه اعتراف علني بالدولة المحتلة وده كل اللي الصهينة بيتمنوه من وعد بيلفور بالنسبة الولايات زايد في اعلان التطبيع في الوقت ده تحديدا بينقذ صديقهم الصدوق ترامب لانه هيساهم في تحسين فرص ترامب في الانتخابات والتأثير على الرأي العام الامريكي ان الاتفاق حصل نتيجة لجهود ترامب ومباركته وبين زايد مش هيفوت فرصة يخدم فيها ترامب خصوصا انه عارف ان لو ترامب ماكسبش هيكون البديل هو بايدن الكاره للديكتاتورات العربية المتمثلة في السعودية والامارات والبحرين ومصر وكمان اهم نقطة بالنسبة للامارات هي خدمة مشروعها اللي بتحاول تظهر فيه كزعيمة للمنطقة الاسلامية والدولة صاحبة التأثير الاقوى والصوت المسموع واللي حاليا تركيا سبقاها كتير في المشروع ده يعني بدل الامارات متشوف في تركيا فرصة كحليف قوي في المنطقة ضمن نفس المشروع الاسلامي لا الامارات ما هيماش المشروع الاسلامي اصلا وعندها تتحالف مع الصهاينة ولا تتحالف مع تركيا وطبعا بالنسبة للصهاينة اللي فقدوا الامل في التطبيع مع تركيا يكونها دولة خارج الصراع العربي أصلا مش هيلقوا بديل لتركيا أحسن من الإمارات وفلوس الإمارات وبالنسبة للمصالح المشتركة للتلاتة مع بعض فالتلاتة كانوا ضد الربيع العربي قلبا وقالبا وعملوا المستحيل عشان يفسدوا كل تجارب التحول الديمقراطي للشعوب العربية يعني اللي حصل في مصر كمثال كانت نتيجة واضحة الإعلام الإسرائيلي بيعتبر السيسي صديق إسرائيلي والصهينة بيعتبره صهيون أكتر منهم وبالنسبة للإمارات فهو البلطاجي اللي بتحركوا الإمارات في أي حتة ويم جرجرة معها الجيش المصري على إنه جيش أجري مرتزق وبالنسبة لأمريكا فالسيسي هو الديكتاتور المفضل لترامب والفاكن كيلر بتاعه ناقص بس ترامب بيعمل واش من للسيسي على دراعه ده من حيث المصلحة العامة من حيث الموازنات العالمية فأمريكا والإمارات والصهينة عدوهم واحد وهو إيران واتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل ممكن تخلي إيران تعيد حسابتها في حاجات كتير لو هتواجه الصهينة وفلوس الإمارات وحصاروا عقوبات أمريكا سنساعد جميع حركات المقاومة المناهضة للصهينة ردا على التطبيع ومستعدون لتلبية احتياجات الدول الصديقة التسليحية بعد فشل واشنطن في تمديد الحضر التسليحي علينا والتطبيع كمان هيمثل ضغط سياسي على قطر المحاصرة خليجيا واللي تعتبر من فريق تركيا اللي الإمارات بتعديها وبتعدي كل مصالح وده مش بشكل سياسي بس ده التطبيع معروف انه ورامة كاسب اقتصادية كمان إذا انت تقصد ان الإمارات بتفكر تتعاون اقتصاديا مع إسرائيل أقول لك لو في حالة انك ما تعرفش يعني فالإمارات بتتعاون اقتصاديا مع إسرائيل من 2007 تقريبا وعلى مستوات مختلفة في مجالات مختلفة هما تقريبا قربوا يخلصوا تعاون اقتصادي وبيغسلوا قديهم دلوقتي عشان الفلوس واستخدها أولها الاستثمار في اقطاع الخدمات اللوجستية والمواني والنقل وده اللي الإمارات بتحاول تحتكره عالميا بداية من موانيها اللي على الخليج لتحركاتها المستمرة في انها يكون لها مينة على كل بحر أو محيط وفي كل قر حاول التعمل ده في ماليزيا وليبيا وأسبانيا ومصر والمكسيك والصومال بس مين اللي سابقها بخطوات في المجال ده اسرائيل تحت مظالة شركات وطنية في دول كتير لكن بفلوس الصهاينة يعني شركات بوكالة صهيونية مهما كانت جنسية الصهيوني في أي بلد اللي إنه بيخدم المشروع الصهيوني في الأساس حتى لو ما كانش إسرائيلي وكان بقى أي جنسية تانية مع العلم إن فيه أكتر من 3000 يهودي بيعيشوا في دبي بس الجنسيات مش إسرائيلية بس تشوف الصدفة يا أخي معظمهم بيشتغل في علامات تجارية بيمتلك أصولها رجال أعمال صهاينة وبالنسبة للتعاون اللوجيستي بين ولاد زايد والصهاينة لما يحصل تطبيعه هيتقسم السوق ما بين الإمارات وإسرائيل بس كمان عندك سوق الماس في العالم اللي اقتحمته الإمارات سنة 2006 مع العلم إنه سوق محتكر للصهاينة ومستحوزين على تصنيعه وإنتاجه وتوزيعه في العالم كمان ومفيش دولة تقدر تدخل السوق ده غير بعد إذن الصهاينة ومن هنا فتح الدبي بابها لمعارض الماس العالمية اللي بيدرها الصهاينة وبقت الإمارات شريك رسمي وصحبة المركز الثاني من ضمن عشرين دولة كتاني أكبر دولة في تجارة الماس في العالم طب أقولك على حاجة عارف البنزين اللي في عربيات ومدرعات جيش الاحتلال الصهيولي عارفها اللي هي بتهدم البيوت وبتقتل وبتدوس على أخواتنا في الأراضي المحتلة حضرتك العربيات دي بتمشي بالبترول الإماراتي لأن زي ما أنتوا عارفين طبعا بن زايد بتلخبط وبدل ما يودي البترول لإخواننا في فلسطين بيودي لي الصهاينة يعني غلطة مطبعية ومش بس كده الصهاينة بيشتروا من بن زايد بأقل من سعره العالمي في مقابل دعم التوجد الإماراتي في بورسة الماس اللي كلمنا عنها من شوية ولما تيجي للاستثمار في قطاع الإنشاءات فمش هتلاقي أحسن من التكنولوجيا الإسرائيلية في عمليات التنمية الإماراتية شركة إعمار الإماراتية اللي بيمتلكها الملياردير الإماراتي محمد العبار المقرب من بن زايد بتثق في الشركات الإسرائيلية جدا لدرجة أنها بتديها مؤولات تحت اسمها داخل الأراضي الإماراتية مش كده بس الكيان الصهيوني ما بيلاقيش حد أحسن من شركة إعمار عشان يسمح لها ببناء المستوطنات بتاعته والمضحك المبكي أن شركة إعمار كانت دخلة في الأصل تعيد إعمار بيوت الفلسطينيين اللي هدها أو قصفها الجيش المحتل وكانت بترمم المنشآت الحيوية والمهمة داخل فلسطين وبتشتري بيوت من الفلسطينيين بغرض تسويقها عقارية ولكن ما تعرفش ليه أخي فجأة لقوا نفسهم بيشتروا من الفلسطينيين ويبيعوا للصهينة يمكن بالغرض وما تعرفش ليه برضو بعد ما بيبنوا البيوت بيطلخبطوا بيسلموها للصهينة بدل ما يسلموها للفلسطينيين ما جماعة ما تنسوش برضو أن الصهينة مشاريعهم على الأراضي المحتلة مش بتخلص وشغلين 24 ساعة في اليوم عشان ما يضايعوش وقت وده اللي استغربته السفيرة الأمريكية في الإمارات اللي لقيت محمد العبار رايح جاي مع الصهينة بدل ما يكون رايح جاي على الفلسطينيين وسألت محمد بن زايد هو في إيه هو مش محمد العبار بيساعد السلطة الفلسطينية على إعادة الإعمار قال لها هو أنت ما تعرفيش مش رحنا للحكومة الفلسطينية لأنهم قفلين فروحنا للصهينة ده محمد العبار كمان قاعد مع شرول ومع بيريز واتفقوا على كل حاجة وده اللي تسرب في وسائق ويكيليكس إن العبار بيتفاوض مع الصهينة لسنين بالنيابة عن بن زايد ولأن الإمارات بتعتبر الصهينة ضيوف على أراضينا العربية فمن كرم الضيافة يعني لو بعتنا لهم عشر تلاف راس ماشية كل سنة وأمننا لهم المواد الغذائية وشوية محصيل كده انت عارفين الصهينة مش فاضيني ربه مواشي هم يدب يربوا رصاص وقزايف وطيرات بدون طيار يقتلوا بها الفلسطينيين وكل ده حصل بشكل سري ما بالك هيحصل إيه لو كانت الصفقات دي بشكل عالني ورسمي الإمارات وهي بشكل سري تعتبر تاني أكبر شريك اقتصادي لإسرائيل بعد أمريكا والأرقام التقريبية للتعاون الاقتصادي الحالي من قبل التطبيع بتوصل لربعمائة مليار دولار هتقول انت هتستعبطني انت عاوز تفهمني ان كل التعاون الاقتصادي ده بيحصل عادي كده ومحدش عارف من قبل التطبيع هقول لك والموضوع سهل بن زايد يبيعين شركات متعددة الجنسيات كوكيل بينه وبين الصهينة حاجة كده زي المحلل يعني عشان زي ما انتوا عارفين قبل التطبيع كان شرعا لا يجوز التعامل المباشر مع الصهينة وكان الوكالة دول شركات هندية وانجليزية وأوقات فلسطينية بس صحابها بيشتغلوا لحساب الصهينة او ان بن زايد بتعامل مع الشركات دي بشكل مباشر لان الشركات مش اسرائيلية بس من الباطن مقرتها ومالكيها والشركاء فيها صهينة وده يظهر اكتر في التنسيق الامني اللي هو اكتر سبب ملح في تطبيع بن زايد مع الصهينة الصهينة اصحاب احدث تكنولوجيا في الاختراق السايبراني في العالم اللي هي تكنولوجيا التجسس والقرصانة الرقمية ولانها تكنولوجيا تم تجريمها دوليا فهي بيتم تطويرها من خلال المساد الاسرائيلي وطرحها للشركات المحلية الامنية بشكل سري التجسس جريمة دولية لكن الشركات الامنية مسموح بها دولية ومن هنا تيجي عقود بقيمة تتجاوز الستين مليار دولار بين الحكومة الاماراتية وشركات الامن السايبراني اللي هي اصلا شركات تجسس واختراق رقمي والعقود دي متشعبة وبيتم تنفذها محليا على الشعب الاماراتي نفسه او دوليا على شخصيات عامة من دول تاني ويمكن الكريزة اللي فوق التورتل كل صفقات التنسيق الامني والتجسس هي برنامج بيجاسوس الاشهر في العالم وده اللي كشف عنه النصط الاماراتي في مجال حقوق الانسان احمد منصور البرنامج اللي يقدر يخترق كل الحسابات الرقمية والمعلومات الخاصة من رسائل وصور وتسجيلات صوتية ومواقع التواصل الاجتماعي بمجرد الوصول لهاتف الشخص المخترق وده اللي حصل مع سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني والامير قطر الشيخ تمين بن حمد ومنافس بن سلمان على ولاية العهد الامير السعودي متع بن عبدالله وغيرهم وغيرهم من الشخصيات اللي تجسست عليهم الامارات بالتعاون مع الصهين وده طبعا غير آلاف الكاميرات واجهز المرأبة واجهز مرأبة العربيات اللي اشترتها الامارات بمليارات عشان تسيطر على المباني الحيوية والمهمة في الامارات بس ده مش كفاية كمان مش هيجرح حاجة لو مضت الامارات عقد ب12 مليار دولار في مقابل استخدام الأمار الصناعية الاسرائيلية واللي اصلا كانت معمولة للتجسس على ايران وحزب الله والمقاومة الفلسطينية لكن الامارات هتستخدمها استخدام تاني خالص انها تتجسس على ايران وحزب الله والمقاومة الفلسطينية ايه ده برضو؟ اكيد صدفة خصوصا ان محمد دحلان الفلسطيني المتهم في التآمر والتعاون مع الصهينة في اغتيال عناصر المقاومة هو المستشار الامني الخاص لبن زايد ما كفاية بقى امارات كفاية صفقات مع الصهينة يا شيخة مش كده هو انا لسه مقتلكش اصبر اصبر فاضل حب ما ينفعش تقوله العلاقات الاماراتية الاسرائيلية من غير ما تجيب سيرة السلاح اللي بيشتري بن زايد من تجار السلاح الصهينة السلاح اللي بيروح ليبيا وبيروح سوريا وبيروح اليمن وكان بيروح السودان وبيروح اسيوبيا برعاية ولاد زايد الامارات من اكتر الدول اللي بتشتري سلاح من الاسواق غير الرسمية والزبون المثالي لتجار السلاح المطاردين دولية واللي الامارات بتشتري منهم ويتوزع على حبايبها اللي بيخدموا مصالحها وبيمنعوا اي تحول ديمقراطي او تغيير يضمن للشعوب المأهورة حياة كريمة يا طرف ايه تاني غير تجارة السلاح مع الصهينة يا ولاد زايد ده ناقص يروحوا بنفسهم يهدوا المسجد الاخصى ويدوروا على الهيكان ده هرتزل بنفسه لو كان عايش كان هيدكوا قلطة الصهيونية باعتباركم صهينة اكتر من صهينة نفسهم هو فيه كمان شوات حاجات كده هامشية مش مهمة خالص يعني مثلا اعلان وكالة انباء الامارات الرسمية عن توقيع اتفاقية تعاون بين شركتين في الامارات العربية وشركتين اسرائيليتين لتطوير البحث والتكنولوجيا لمكافحة كورونا وده اللي اكده ناتينياهو بشكل رسمي وقال ان ابحاث علاج كورونا مجرد بداية لتعاون تكنولوجي وبحثي ضخم يعني ممكن مثلا يبدأ كورونا وينتهي بتطوير طيارات اغتيال بدون طيار للمقاومة الفلسطينية في اواخر 2019 قدمت الادارة الامريكية مشروع اتفاقية عدم اعتداء على اسرائيل للامارات والبحرين وسلطنة عمان والمغرب وده اللي رفضته كل الدول من حيث المبدأ انهم ما يمضوش على ورقة اتأمن الصهينة بشكل معترف بيدوليا لان ده معناه مقاطعة المقاومة الفلسطينية وحماس اللي اسرائيل بتعتبرها منظمة ارهابية ولا انهم ما يمضوا على ورقة ماضية عليها اسرائيل من حيث المبدأ ان شاء الله حتى ورقة لتحسين تربية دودة الاز بس مين يا ولاد اللي يوافق على المشروع من حيث المبدأ ويطلب مزيد من المعلومات للتفاوت ايه ده؟ معقولة؟ الامارات دي مفاجأة دي وفي 2018 اسرائيل وقعت اتفاق لمادة اطول خط انابيب بحري في العالم باحدث تكنولوجيا اسرائيلية لنقل الغاز من اسرائيل لاوروب وده بدعم من الاتحاد الاوروبي اللي يقدر يحمل خط ده وبتمويل من ولاد زايد اللي يحبوا الخير للناس الاوروبيين والصهاينة والامريكان الا قطر اللي هي اكبر منتج للغاز المسال في العالم ده وتركيا اللي هي بيعد من على ارضها الخط الروسي اللي رايح لاوروبا ولاد زايد من حرقتهم من قطر وتركيا لدرجة ان وزير الطاقة الاسرائيلي قدم المخترح للاتحاد الاوروبي من وهو في بوظبي في مؤتمر نظمته الامارات برعاية الاتحاد الاوروبي واللي خصصت فيه الامارات 100 مليون دولار تحت امر اسرائيل وفي 2019 اعلنت واتساب انها رصدت اختراق 1400 حساب من شركات امن مقرها في الامارات معظم ال 1400 نشطين وكتاب ومعارضين اماراتين والبرنامج اللي عمل الاختراق ده برنامج من تصميم شركة Varian Systems المتخصصة في الامن والبرمجة السيبرانية واللي مقرها في تل قبيب في 2010 سهلت الامارات اغتيال القيادة في حماس محمود المبحوح في دبي واللي بعد اغتياله اختفت كل الكاميرات والتسجيلات وكل الادلة اللي ممكن تكشف القاتل رغم ان الامارات تقدر تكشفه بسهولة زي ما عملت في قضية محسن السكري وسوزان تامين بس الامارات ملهاش نفس ومن سنتين بس في افتتاح مؤتمر الامن الخليجي يدى المؤتمر بكلمة افتتاحية للرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز من مكتبه في القدس من خلال الفيديو وفي ظهره العلم الاسرائيلي واللي بمجرد ما خلص كلمته ايد بن زايد ورمت من كتر التسقيف يعيني هو بن زايد اعتبر اسرائيل دولة خليجية مش هيجرى حاجة يعني ما تقفوش على الوحدة كل ده ولازم تبقى عارف ان الصهينة مش عبط يعني الصهينة ياخدوا منك بس ما يدكش الصهينة حرموا الامارات والسعودية من اقتناء الطيرات الاسرائيلية بدون طيار ورفضوا كل بروتوكولات التعاون المشترك في تطوير التكنولوجيا دي في الامارات اللي بن زايد هيموت عليها كمان ميزان التبادل الاقتصادي اللي بين ولاد زايد والصهينة بيميل جامد ناحية الصهينة بنسبة توصل لـ 80% 80% مكاسب رايحة تل أبيب والعشرين البقين لبوظبي كمان الصهينة صحيح بيساعدوا بن سلمان لكنهم عارفين كويس ان هيجي يوم وبن سلمان وبن زايد هيختلفوا مع بعض ده لو ما كانتش هيه اللي هتكون السبب يعني فما ينفعش الفلوس دي كلها تبقى في كفة واحدة وساعتها هتتعامل مع دا الوحدة ودا الوحدة تشفط من دا الوحدة وتشفط من دا الوحدة كمان الصهينة اشترطوا على الامارات انها تقطع علاقتها بالكامل مع حماس والمقاومة ده لو ما دبرتش مؤامرات وساعدت في تنفيذ قيمة الاغتيالات اللي اسرائيل ماشي عليها ومش بس المقاومة اسرائيل عاملة لامارات التباع بتاعها اللي بيروح يتفاوض مع ايران ويرجع ينسق معها لغاية ما ايران كشفت اللعبة وكان ردها في شحن قواتها على الخليج العربي والتهديد بخطوات عسكرية اجاوبك دلوقتي على السؤال فاكروا هو ليه الحكام العرب بيعملوا كده بن زايد وبن سلمان ومن قبلهم مبارك بيعملوا ليه كده لسببين اولهم ان الحكام العرب عارفين كويس ان كرسيهم وسلطانهم وانظمتهم المستبدة الفزدة بقاها معتمد على مباركة الصهينة والامريكان يعني انا كحاكم عربي مش محتاج ارضي شعبي وشوت مصلحته عشان اطمن الكرسي انا محتاج ارض الصهينة والامريكان وكون تابع ليهم واسبت لهم ان نقدر اعمل اي حاجة في سبيل مصلحتهم عشان افضل في الحكم الاطول فترة ممكنة وعشان هم يحموني من شعبي مبارك قاعد 30 سنة كده والسيسي عد للدستور ومد الفترات الرئاسية كده وبن سلمان بقى ولية عهد السعودية بعد منال رضا امريكا وبن زايد واخواته كابسين على نفس الشعب الاماراتي بعد ما شافوا ان مصلحته هي مصلحة الامريكان والصهينة تاني سبب ان الصهينة نجحوا ان هم يعزلوا الشعوب العربية عن بعضها وبالتالي بقى اسهل على الحكام ان هم يقفلوا البلاد على شعوبهم ويدوروا فيهم قمع وسرقة وتجهيل وفساد ولما الشعوب تتعزل عن بعضها تتوه قضيتهم ما بينهم لا قومية ولا ايديولوجية ولا حتى هدف محدد تسعى وراه الشعوب علاقات الشعوب ببعضها كانت الضمان الوحيد والامل الباقي في ان التغيير يحصل وان الشعوب تحكم نفسها بنفسها وده شوفنا في الربيع العربي اللي بدأ من تونس وتفعل معاه الشعب المصري وتأثر به فتنقل لمصر ومن مصر يروح سوريا وليبيا واليمن وبعدين السودان اكبر مخاوف الصهينة هي ان الشعوب العربية تكون حرة نفسها تحكم نفسها بنفسها تتخلص من العمل او الفسدة يكون عندهم مشروع يفكرهم بهويوتهم العربية والاسلامية ومش بس الصهينة خايفين من الشعوب العربية دول خايفين كمان من الشعوب الاسلامية تأثير الشعب التركي من بعد ما افشل الانقلاب على السلطة الشرعية ومنع الجيش ان يرجعهم 100 سنة الور اللي من لحظتها بقت تركيا عدو للانظمة العربية وتحط مليون حاجز وحاجز بين اي تأثير ممكن يحصل او يتنقل من الشعب التركي للشعوب العربية وبالمناسبة اللي تقال في تطبيع ولاد زايد مع الصهينة يعتبر نقطة في بحر دي بس الحاجات اللي كانت سرية وتفضحت في ملف التحالف والتنسيق بين بن زايد وبن صهينة لان اغلبية الاتفاقات والصفقات لسه سرية محدش يعرف حدودها ايه وممكن يكونوا عاملوا ايه سوا بس يمكن اغلب الناس شايف ان اعلان تطبيع بن زايد مع الصهينة حاجة وحشة وان كده يعني الاعتراف الدولي والتطبيع مع الكيان هيبقى امر واقع وانا الحقيقة ليه وجهة نظر مختلفة اني جميل ان الاوراق تبقى مكشوفة لانك لأول مرة هتعرف مين معاك ومين عليك بشكل علني بعيدا عن نظريات المؤامرة والتكهنات والفرضيات اللي كانت بتربط ولاد زايد بالصهينة وبالشر اللي في المنطقة كله ده غير ان صفقة بن زايد بتشجع البحرين والسعودية ان هما يقلدوها وينضموا بشكل رسمي وعلني للصهينة وده اللي اكدته التقارير الامريكية عن تحركات ترامب اللي جاية قبل الانتخابات ما ننساش ان ترامب هو طوء النجال بن سلمان وده برضو هيغير حاجات كتير في المنطقة قبل الانتخابات الامريكية لان فيه ناس كتير مش عاوز ترامب يكسب الايام جاية بمفاجآت واحداث سريعة خصوصا لما مصر والامارات والبحرين والسعودية يبقوا جزء من الطموح الصهيوني الامريكي في المنطقة روسيا وايران والصين وتركيا وقتر مش هيعودوا يتفرجوا وبعدا عن الايدولوجيات موازنات القوة والمصالح والسياسة هي اللي هتحكم الصراع ده بس كل ده ما يمنعش اننا نوصل رسالة لاخواتنا في فلسطين السياسة والمصالح عمرها ما هتغير ايماننا ان القدس هتفضل العاصمة الابدية لفلسطين وان مهما طال الزمان نسير الارض ترجع ومسير المسلمين يرجعوا صلوا في الاقصى تاني ونشوفكم على خير ان شاء الله